إذن الجيش الإصالي يعلن انضمام الفرقة 36 إلى الفرقة 98 المتواجدة في الجبهة الشمالية إذن الجيش الإصالي يعزز من وجوده العسكري بانضمام فرقة جديدة إلى الجبهة الشمالية وذلك بالتزامن مع إعلان أفخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإصالي عن دعوة سكان نحو 25 بلدة لبنانية لإخلاء منازلهم فوراً والتوجه إلى شمال نهر الأولي أحمد هذا فقط بيان الجيش بخصوص تعزيز القدرات العسكرية ولكن لا حديث حتى الآن عن عدد الجنود المصابين في شمال إسرائيل بالفعل الجيش الإسرائيلي لم يعلن حتى الآن عن أعداد جنوده المصابين علماً بأن تطورات الجبهة اللبنانية بشكل عام منذ بداية الحرب لناحية إعلان الجيش الإسرائيلي عن أعداد الجنود المصابين كانت أقل بكثير من إعلانه عن الجنود المصابين في قطاع غزة لم يعلن الجيش الإسرائيلي لا عن أعداد جنوده المصابين بشكل واضح إحسائية وواضحة مرتبة عند الجبهة اللبنانية لم يعلن كذلك على آلياته التي تدمرت عند الجبهة الشمالية نتيجة لاستهلافات حزب الله اللبناني لم يعلن كذلك المنشآت العسكرية الإسرائيلية التي تضررت نتيجة لعمليات حزب الله اللبناني ما يمكن رؤيته بالعين المجرد من البعد كان يعلن عنه الجيش الإسرائيلي أو ما كان يصوره حزب الله أثناء العمليات على سبيل المثال عندما تضرر برج المراقبة وهو برج مهم يسمى عين إسرائيل في المناطق الشمالية في جبل ميرون جبل الجرمق أعلن الجيش الإسرائيلي أن هذا المبنى استهدف بعد صدور بيان مصور من حزب الله اللبناني يوضح الإصابة كذلك عندما أعلن عن تضرر المنطاد الكبير الذي يقع بالقرب من طبرية من قرب من طرعان نتيجة لإطلاق طائرة مسيرة من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه هذه المنطقة أعلن عن ذلك لأن حجم المنطاد كبير ويمكن رؤيته من كيلومترات كبيرة بالتالي عدد كبير من الإسرائيليين شاهد هذا التضرر لكن واضح حتى بالنسبة للإسرائيليين أن الجيش الإسرائيلي يتكتم ليس فقط مؤخرا إنما منذ بداية هذا التصعيد على ما يتعرض له على الجبهة الشمالية لا يمكن إخفاء طبعا الجنود القتلى لأن هناك آليات واضحة في إسرائيل لنشر أسماء الجنود القتلى وطريقة دفنهم هناك ترتبات واضحة حتى من قبل العائلات والرأي العام في إسرائيل لا يسمح بإخفاء أعداد الجنود القتلى لكن فيما يتعلق بأعداد الجنود المصابين خصوصا الإصابات الطفيفة أو المتوسطة خصوصا إصابات جنود الاحتياط لا يجري الحديث عنها والإعلان عنها بشكل واضح باستثناء طبعا في العمليات التي تؤدي إلى مقتل جنود إسرائيليين وإلى إصابة آخرين بجروح خطيرة حتى الآن لم يعلن الجيش الإسرائيلي لكن الطائرات المروحية لا تزال مستمرة في نقل الجنود الإسرائيليين من الجبهة الشمالية إلى مشافي عدة منها مشفى رنبم هنا في حيفان شكرا جزيلا لك أحمد دادروشا من حيفان شكرا جزيلا لك